لا تتوقف وطيرة المواجهات العسكرية بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة تعز ففي المدينة تجددت المواجهات في الكامب والكندي وقرب معسكر التشريفات بعد محاولة للميليشيا التقدم في مبان عدة تم تحريرها خلال الساعات الماضية قوات الجيش ايضا احبطت هجمات عدة شنتها الميليشيا تحت غطاء ناري شمال وغرب المدينة اما ريف المحافظة وتحديدا منطقة الاحكوم فقد شهدت تبادلا للقصف المدفعي بين الجيش الوطني والميليشيا اسفرت بحسب اعلان الجيش الوطني عن مقتل احد افراده برصاص قناص حوثي وفي منطقة الاقروض وبعد مواجهات عنفة استمرت لساعات صد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما شنته الميليشيا في جبل الرضع وتبت المدرسة ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المواجهات الدائرة في مختلف مناطق القتال بتايز تتزامن مع دفع الميليشيا بتعزيزات عسكرية الى جبهة عدة في محاولة منها لعودة التمركز في مواقع استراتيجية خسرتها خلال الايام الماضية